متابعين الكرام أهلاً وسهلاً بكم وجولة إخبارية جديدة في أسواق المال والأعمال والشركات والمعادن حول العالم وأكل جديد في أحداث اليوم الخميس فابقوا معنا البداية من صندوق النقد الدولي الذي أحلن أن لديه عدد برامج تمولية منها برامج مدعوبة للدول الأكثر احتياجاً في العالم وهي بفائدة صفر وتوجد مجموعة من الدول منها المملكة العربية السعودية تساهم بهذا الدعم بجانب دول أخرى وأضاف أن الدول التي تقترض بفائدة صفر لم تتأثر بارتفاع مساوية الفائدة عالمياً ولكن الإجراءات تمولية الأخرى مبنية على نسبة الفوائد العالمية وارتفاعها ورفع كلفة الاقتراض النهائية وأشار إلى مشاورة داخل صندوق النقد الدولي مع المساهمين للعمل على تخفيض العلاوة التي تدفعها الدولة أعلى من مستوى الفوائد العالمية لتخفيض الأعباء التمولية الخبر التالي في جولتنا العالمية من السعودية حيث أعلن اتحاد الغرف السعودية إلى انضمام المملكة إلى عضوية المجلس العالمي لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع لتبدأ بذلك رسمياً في تطبيق نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع بشرط إعادة استرادها أو تصديرها خلال الفترة المحددة ويشمل الدفتر طيفاً واسعاً من البضائع ومن السعودية نذهب لتركيا حيث وأفقى البنك المركزية التركية اليوم الخميس سعر الفائدة الرئيسي وهو سعر مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع ثابتاً عند 50% لتأتي متماشي مع توقعاته مشيراً إلى أن قرارات السياسة النقدية في مارس أدت إلى تشديد كبير في الأوضاع المالية وقال البنك المركزي في بيان تتم مراقبة أثار التشديد النقدي على شروط الاعتمان والطلب المحلي عن كثبه وبالنظر إلى الأثار المتأخرة للتشديد النقدية قررت اللجنة إبقاء سعر الفائدة دون تغيير لكنها ستظل منتبهة للغاية لمخاطر التضخم الخبر التالي من جولتنا الخارجية من الإمارات حيث قالت وزارة الاقتصاد الإماراتية اليوم الخميس أن إيرادات المنشآت الفندوقية في البلاد نمت 12% على أساس سنوية إلى 9.1 مليار دلهم خلال يناير وفبراير 2024 وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن معدل إشغال الفندوقي تجاوز 82.6% خلال أول شهرين من العام الجاري بينما استقبلت المنشآت الفندوقية في الدولة 5.4 مليون نزيل خلال نفس الفترة بنمو 10% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 ونصل إلى نهاية جولتنا العالمية بخبر من البنك الدولي الذي أعلن أن التوترات المستمرة في أشعق الأوسط تهدد بوقف أو حتى تقويض بعد جوانب التقدم المحرز مؤخراً في معالجة التضخم العالمية وتسببت الحملة العسكرية الإسرائية المستمرة في غزة في تصاعد التوترات في جميع أنحاء المنطقة ودفعات أسعار النفط إلى الارتفاع وأعلن البنك الدولي في توقعاته لأسواق السلع العالمية أن التوترات المتزايدة في أشرق الأوسط تمارس ضغوطاً تصاعدية على أسعار السلع الأساسية ولسيما النفط والذهب انتهت جولتنا العالمية كانت معكم حالة بشيتي من بنكير شكراً لكم بانكير نبض البنوك اشتركوا في القناة شكراً لكم